موسيقى مشاهدي قناة المرابطون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد في العام 2001 سلمت السلطات الموريتانية محمد ولصلاحي إلى السلطات الأمريكية والأخيرة أو دعته معتقل قوانتنامو السي السيت والمثير للجدل السجن الذي بات أكبر المشاكل الأمريكية خلال السنوات المنصرمة تم الحديث أيضا عن جهود رتيبة لإطلاق سراحي ولصلاحي من طرف السلطات الموريتانية بتحفيز من ذوي المعتقل وداعميهم واليوم سألت نائب البرلماني زينبو منتتقي وزير الخارجية الموريتاني حول تطورات ملف المعتقل محمد ولصلاحي وعلى الجانب الآخر تتباين الآراء على أي حال معنا لخوض غمار هذه القضية سيد يحضيه ولصلاحي أخ المعتقل محمد ولصلاحي الموريتاني الأصول ألماني الجنسية وهو مهندس كمبيوتر أهلا بك أهلا بكم جميعا إلى وقاع المشهد بداية سيدي يعني ما آخر الأخبار عن محمده تحديدا يعني في بداية كلامه آخر الأخبار الحمد لله نحنا أهم شي عندنا أن نتكلم معه ونشوفه نعرف أنه مازال عايش وصراحة الأخبار الحقيقية الصعبة به لو أشخص متفائل هذا أول شيء ذاني شيء ما يبغي يبين أنه حاسب شيء والله ويش أوشي نادراً شيء مستحيل أنك تسمع عنه تسمع عنه كلمة شيء يعني تذمر والله ملل والله أي شيء إلا في سنوات الأخيرة من هنا سنت السجن شبنويا خلم المساجين هو واحده ما زال ما فات قاعده ولتو سولت عنه هذا نفسي ينحاز فيه شوي عموما الحمد لله تصلكم أخباره على تصلكم أخباره طيب ماذا لديك عن يومياته في المعطاقة المجريات يعني عيشه هناك يعني باختصار؟ يوميات مميلة نفس البرنامج يجيهم بعض المرات يعود فيه تحقيقات بعد متأخر من الليل بعض الوقت يعود فيه تحقيقات مولم عصباح فريق ثاني وبعض أيام اللي ما يعود فيهم تحقيق عند رجاجة لكي الزنزان وحيوطها لأربعة خرص حياة مميلة حياة رتيبة حياة رتيبة عندما عندما أسر مقاتل فريق طيب رتابة هذه الحياة إلى أي حد تشبه رتابة تطورات ملفه هنا بموريتاني صراحة سؤال زين حتى ملفه بموريتان كذلك أكثر مميل ما في أي شي جديد نحن نسمعه الآن الوعود من الفين وواحد من قال المديرنا منو ليعطيه ثلاثة أيام هو يرجع شون لوردون يرجع ويجعات فيك الثلاثة أيام أربعة عشر سنة نسمع بذلك خلال ذلك أربعة عشر سنة لها الوعود كل حكومة تقول عنها نحن نبقل نشفي أخبار والقضية ماشية ونحن نتاقل على على الله أولا وذلك الوعود ومزلنا نختار نشوفه شي ملموس نحن ملينا من الوعود صراحة ملينا منها وملينا منها وملينا منها يعني طيب كيف كان تعاطي السلطات الملتانية معكم خلال هذه السنوات تعاطي مع عائلنا نحن ما في أي تعاطي ما جاءونا ما في أي تواصل بيننا ما في أي تواصل بيننا معهم نحن نسمع مسائل ماية رسمية من إن واحد من الوزرائينا حراج يسول يقول عنده نتسول عنه لكن تصال مباشر بينك تصال مباشر الحكم ومقض جاءونا نحن نحن نشاكل ملايجون نحن نتكلم معنا والله جاءوا المحامين لأستاذ براعي هنا لبتي هذا ما خلق لا هذا ولا ذاك ما جاءونا نحن وما جاءو الأستاذ براعي وما تعصلوا به وما قالوا له من يلاحقوا ونحن من يلاحقوا ونحن من يلاحقوا ونحن نفيد نحن عن طرق طرق أخرى كما رئيس قام بزيارة لولادة تريرزة جبرو خالي وسنة ندعان بداية السنة مالي جبرو خوية الكبير ونفس الشي سيد الرئيس العبد العزيز قالوا أوكي نحن نملف واحدين فيه هذا هو نفس الكلام اللي قالت سيد الرئيس 2013 معنا من 2013 الشيخ اللي لا نعرف صراحة ما نعرف القضية من يلاحق حالا اللي نسمع الحكومة ما قد جاءتنا وتعرف بل دارنا بالتحدي يقولون هما جاءوا قابضوا من الدار ولا قد تسولوا عنه وما قد جاءوا نقاولنا شينا مراحل وما قد قاولنا أي شي وفي هذا المقام السابق ننسى لأن نشكرهم على جهود من فطلاق صراحة لأخ أحمد فعلا نحن نقول لأعزيز غير أحمد نقول لأعزيز حتى صحي يعني كل موريتانيون على حد نسواعي صحي يعني قبل أن نلجي إلى نقطة أخرى تتعلق بالدعم من غير السلطات الموريتانية يعني هل ما يجري بينكم أو ما يحصل أو ما لم يحصل مما حصل بينكم وبين السلطات الموريتانية هل 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 الأخبار توصيلونها إلى محمد دول؟ نحن نكذبوا عليه شلين وصلوا له نقولوا له تكلمنا معهم وقالوا أن نقادر معهم هذا السؤال هو ما هي ردود فعله هو على هذا الكلام هو ردود فعله هو ما تلاجد عليه أي شيء هو مهما مثلنا نحن من التمثيل هو ما شاء الله ما هو فسد يعرف ويسمع أصحابه ويجيهم دول ما تتسول عنهم في دول علاقة أمريك حتى كلمتها دي أمات كفي ما شاءوا فوت وتكلموا مع أمريك وتتوصلوا بها وصلوا علمكم السجين يعلم بلا أخبار كامل اللي تخلق بأخبار ملفه ولا يجي نظرك أي حد يقول قضية سرية جدا أمريكي يوم ما في أي شيء سري بهم تويتر بهم انستقرام وبيهم كل شيء تحاولوا علاقين قبل في سجن أبو غريبي تكتموا وحاولوا المغرب في سجن 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 تمار ما اللي يتكتموا ما في ما في أي سر لان ذا كامل عادوا سرى وأي سجين جاوّف من دول تسول يعلم به وجوه طمأنه صراحة محمد ما فاد قدم شي ملف ونحن سابق كل مكالمة معاه نقوله ما نقوله نحن ما عادنا نقوله إذا سونا رحان أخبار ما عادنا أي شيء نجوه ونرجع بخف وحنين صراحة طيب يعني كيف كان الدعم الدولي عموما لكم خلال السعي الدعم الدولي أكثر ما في أي مجال مقارن أكثر من الدعم الوطني يعني ما هو أبرز دعميكم من غير موريتانيا موريتانيا ما دعمنا فيما هو الشعب أول نتقدم طيب سنصل إلى تلك النقطة نعم نيابة مع بعض موريتانيا ما هو أبرز دعميكم من العالم العالم كامل جميع الدول اللي يصدر فيه الكتاب تاصل بيه في ألمانيا جميع منظمات حقوقية ونحن عدلنا قراءة الكتاب في جميع دول أرباط أقريبا ونتذكر مرة جاءتني كهلة كبيرة تبكي ألمانيا قلت لي أنا شين قد نعدل لك في أخبار حقوق نقدت نكتب رسالة لدولتك موريتان تحاول تطلبه نقدت نعدل لك نقدت نكتب له نقدت نجي هو كتر اعتماد قدي تجي بي اللي أنا أخوه مجلت نرغه نجيه وغالبا ماذا تسمحوا بالزيارات العائلية ومرة في نرويج ومالي جاوني كان نهارا نقرأه في أمنيستي انترنيشنال عدلنا فيه قراءة وجاوني طال في الهات صغرات 17-18 مازالوا قراءة وقالوا لي قول نحن كطلاب شين قدوا نعدلوا قدوا نعدل مظاهرة قدام سفارتكم نقدر نعدلوا أي شيء العالم كامل لا نتكلم عن هذا التعاطف العالمي صراحة نقدر نتكلم معك مولا الليلة ما نهو تعاطف كبير في هذا السياق شعب الموريتاني نعم سنصل إلى نقطة شعب الموريتاني يعني لكن في هذا السياق النائب البرلماني زينب المنطقي تقدمت اليوم لمسائلة لوزير الخارجي الموريتاني كيف استقبلتم هذه الخطوة؟ هذه الخطوة طبعا ما غريب على الأستاذاء جزاء الله خير نحن فرحنا بكل قلوبنا وطبعا هي قدمت قبل السابع قضية علاقة بالأمل الوطني ومثل أن نحن مانا ما كان عندنا أي ما ذا جاءنا ما شاء الله يعني شجاعتها وسئلتها ووقوفها معانا جميع العائلة فرحين طبعا وأنا شاكر ابن يبع أولا عن محمد عن جميع أفراد العائلة نحن فرحنا لهذا نحن لو لهذا السؤال ما كنا نجبرنا بصيص من الأخبار يعني نحن نحن ما نقدم نلقاها دولة دولة ما جاتنا دولة ما استدعت حد منها وما أعطتني مجال نجوها معانا أن لو لهذا المسائلات من بعض فاعي للخير والناس اللي عندهم بقية رحمة وهذا ما كنا عرفنا الأمور إيه إلى إن وصلت يعني طيب دولة لم تسألكم لم تأتي إليكم ولم تسعى للقائكم لا جاتنا ما شاء الله أنتم هل سعيتم للقاء سلطات جاونا مرة أتحدد عن سلطات جاونا مرة ما شاء الله مرة واحدة مرة واحدة يمنعونا ما مظاهرة مدير ما مظاهرة وقفة خسرت عليها العبارة وقفة تلفنوا بكل يعني أريحية وكل يعني كيف نقول بسم حالنا عبرك عنا بكل شجاعة عن ذيك الوقفة لا تخلق أبدا حتى سؤالنا عن ولنا الليلة 14 سنة عادتوا ضايق يعني هل هدتوكم يعني خلال هذا لما نحن ما نخاف من حد علش يهدو لا لا نسأل فقط عن ما جرع يعني ما في قالوا ذيك الوقفة لا تخلق طبعا أي موريتاني من نقول له من نقول له حد من دارة لمن والله من زار الداخلي والله شيء ذاك ما يخلق يعني قلت عاقب 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 زعاج والله أي شيء نحنا كامل نقع يعني من باب اللي بيبوتك فيه لشارع صحيح تقريبا طيب الوزير خلال إجاباته على سؤال النائب البرلماني زينا ممتتقي أكد سعي السلطات الموريتانية الحفيث لإطلاق صراح محمد وفي أقرب وقت ممكن إلى أي حد يشعركم ذلك بالإطمئنان؟ صراحة هو إذي القادة الميلة في أخلق فيه سمحوا لي الكلام ما نبقى استخدناه أخلق فيه سأل من الكل ثم والوعود اللي ما أخلق منه أي شيء غير نحنا أي حد وقف وقال لا ينعدو لكم الجدة علينا عندنا كيف الطفل تملأ تقول لا نجيب لك ذلك الصبح ولا نطفق لك ذلك الصبح يجد عليهم برغم نقتهل عادة مرات طبعا كلام الوزير مشجع ونحنا صبرنا 14 سنة ما يغلب نصبره كم شهر غير نحنا طالبي من الدولة طالبي منها من هذا المنبارة بكل صراحة أنها تعطينا براهين فعلا فيها هذا وأنه فيها اتصالات مع الولايات المتحدة إلا قاعدوا قاعدوا المحامين والسلام براهم اللبتي رسائل يعني نطمئنوا 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 للمحامين نقولوا نحنا نعودوا متشكرين لهم نحن إلا ما فعلناهم ما ننظرهم نحن عندنا معلومات المحامين عندهم معلومات يجدوا يفيدوا هذا الملف بإلا خالقين أخوة من الدول الذنانية المحامين ساعدوا تعاونوا مع الحكومة وساعدوها طيب في السجن قوانتنامو كان هناك السجنان الموريتانيان والعبد العزيز ومحمده وتم إطلاق والعبد العزيز يعني سمحوا لانصحح يعني كيف سمحوا لانصحح لكم كانوا فيها ثلاثة ثلاثة عفوا لكن محمده آخر من يعني تم إطلاق صراحة الاثنين صحيح وبقية محمده يعني هل حاولتم أن تحصلوا على أسباب ذلك من لدى السلطات يعني أي تبرير يقدم في هذا لماذا لا يطلق ثلاثة معا صراحة أنا طبعا مالا ودهم للعذار للدولة ولا نعرف الطرق اللي عادلوه وكيد فيها أسباب يعني طبعا مياه فيها أسباب طبعا ماذا نقول لك أنا مالا ودهم الأعذار ولا شيء غير كيف يقول لك التمثل أخي أخي المسلماني أحسن الأعذار أكيد قدوا عود ملفات ويتفاوت ويختلفوا وبرغم من هذا محمده براء مارس 2010 محمده ملفه ماتلة قانوني الصفحة القانونية ملف محمد نطباط قضية طرق سياسية وهذا كتبوه المحامين في رسالة السلم أخي الله الرئيس محمد العبد العزي فيه ملفه ماتلة طيب لم يعد قانوني أصبح سياسي ما الهدف من اعتقال محمد وإذا كان برياء ما صورت عنه دولته ومش خسر علمهم عندما اعتقال دولة تقول بتصريحاتها أنها سألت وأنها تسعى وهو وزير يقول بملء فيه أمام البرلمان ومن جمعيه بكل ثقة نحن نواصل نسعى ونبدل جهودا في هذا السياق من أجل إطلاقه صراحه هذا معه جديد لا تقلد أنه يجرع على هذا الكلام هذا ماذا قاله وزراء السابقو قاله وزراء السابقو لا تحرك إيش في الملف هذه هي الدوامة اللي ندوره نحن فيه ماذا تستفيد سرطاته من عدم إطلاق محمده أكيد ستسعى إن شاء الله إن شاء الله وعد إطلاقكم حكي طيب يعني كيف تتواصلون مع محمده محمد نتواصل معه عن طريق مكالمات عن طريق برنامج سكايب المعروف هذا الكميونيكيشن بروغرام هذا ينسق الصليب الأحمر الدولي الصليب الأحمر يعدل معاد مع غوانتانامو ونجو نحن نتكلم مع محمد نشوفه في كونفرنس فيديو هو الصوت وصوره نشوفه يتكلم معه نتكلم معه طيب يعني هذا بشكل دوري أسبوعي أو شهري أو سنوي أو مالا نتكلم معه مرة مرة نتنظم هذا الكلام نتنظم يعني كل فترات قبل شهر تتكلم معه تقريبا ويعني المحادثة تأتي بعد كم من الزمن يعني بين المحادثة والمحادثة بين المحادثة يعني بضع السابع تقريبا يعني قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة تقريبا طيب سيدي حضيه يعني المهندس مهندس كمبيوتر أخ المؤتقى المحمد والصلاحي أنت بريتاني الأصول وألماني جنسية صفاء أخو فاصل قصير ثم نعود إلى هذه المحادثة مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم المشهد يتواصل فاصل ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة محمد أول الصلاحي وهو مهندس كمبيوتر موريتاني الأصول ألماني الجنسية مشددا أهلا بك سوبر أهلا بك يعني ما أهم دعم معنوي أو مادي على حد سواء تلقيتموه من داخل موريتانيا ولا أقصد السلطة بشكل عام من الداخل دول الموريتانيا دعم المادي ما في أي دعم مادي نحن ما أحتجنا الحمد لله أي عانا مادية وما نراجعنا يعني أقصد في سياق هذا الملف وطبعا ما في أي شيء كنا لا قدر الله لكنا احتجناه ملاي تقرعين الموريتانيين معارفين بالكرم الحمد لله معارفين بالكرم والإذار الدعم المعنوي نتقدم هون بني أربعان عائلته الصلاحي وبني أربعان محمد ونفسه بشكل بني أني نتقدم بشكر لجميع أطياف الشعب الموريتاني الوصف الصحيح الذي وصف به محمد المسألة في رسالة الأخيرة من الشهنة أنه قضيته هي القضية التي وحدت جميع لأطياف موريتان قضيته عاونوا للناس كلهم عاونوا للناس اللي عادوا محزاب سياسية والناس العادين والناس اللي في الشارع وحتى فيه ناس يشتغلوا في دولة عاطف معانا وستغلنا عن قضيته دائما هذه القضية ساعدتنا نفسيا حتى وشاكلنا عليه جميع طيب يعني ماذا لديكم في عجالة طبعا لنستغر كثيرا في هذه النقطة عن قصة تسليمه سنة 2001 يعني نحن نعرف أنه تحدث عنها في كتاب يوميات جوانتانومو الذي صدر والذي شطيبت منه على ما ذكرتم 2500 كلمة من أصل 122 ألف كلمة في 64 466 صفحة هذا الكتاب الذي أنهى هو كتابته في سنة 2005 انتهى من كتابته وهو كتابه الذي يسمى يوميات وهو مامنا يوميات جوانتانومو هذه النسخة الألمانية لن نستفيد منها شيئا إذن لكن ما أريد أن أعرفه يعني ماذا لديكم عن قصة تسليم كيف أثرت فيه قصة تسليم وكنت قد سمعت كلام أنه تم إرساله للأردن يمضع ثلاثة أيام ثم يعود إلى بلده ولكن من هناك ذهب باقرة إلى المعتقل هذا سيئ السيت وسلم إلى أمريكا يعني في كتابه يعني كيف كيف يعني ما أكثر ما يؤثر فيه وكيف ما هو وقع هذه القصة عليه هل كرها هل كرها شيء عنها طبعا القصة كرهنا في رسائل أذكرهم ما الذي في الكتاب مفصلة أنه أكثر شيء يؤثر فيه أنه طرح ذقته في ناس ما كانوا أهلا لها هو كان عنده كان عنده كان من فرصة يمشي يمشي على ماريتان يقول لهم زعجوه بالأسئلة كلما رجوه يمشي بيحق معاه ويسولوه ومديرنا من نفسه وأكد له قالوا أنت ما عندك أي مشكلة القضية مطبوخة في السر نحنا ما نعالمين بيها ولا محمد نفسه ما عالم بيها وجاءوا نهار وقالوا له إدارت لهم من دورك ومشي معاهم كانوا في رمضان مشي أبوته وقالوا مشي أبوتك وقالوا لوالدنا حاني إلينا استراح كيف أنه جمنا العمل وقالوا لي لا حكمي الفطور هو جاي لانا نسولوه شوي ويرجع ومشي إدارت لهم وهم عايتين له أصنع لمدير ما هو موجود مدير التابعة لدارت لهم ما هو موجوده كل أيام وداروا فين في بيت ملأ من الناموس ولا مشهر له أي شي ومسي وجعوا ظهروا ذكي اليالي في ظهر متين وجعوا ظهروا تم يعاني تم يعاني من ذلك المرض والناموس لذاك البيت اللي ما هو مصغول وإذا كامل فصله في الكتاب إلينا ورئيس إمدين ورئيس أسبوع الله أكثر من تيوة إلى تسعة أيام إجا مدير لمن يوم عيد لاستقلاب كان مشغول في احتفالات في القصر وإجا قالوا مدير المدران قالوا لا يمشيك شور لردن حتى محمد اقترح لي أنه يمشي شور أمري من اللي يعرف سجون العربية وقالوا شو ندر شور لردن أنا لردن ما قط جيتها أبدا ولا نعرفها ولقد أطباط خط علي أسكال ما إلي عتيت مشين ومشي نشار أمري مشي لردن لماذا أصلا يقول لردنيين من الدولات العربية لماذا يرسلونه أصلا سرطات موريتانية يقد يجاوب عليه لم يذكر شي عن هذا ما يعرف له أي شيء يعني المبرل اللي يعطاه له ياكي مشغول هاي هو ياكي مشوق شور لردن ياكي مشيناك نتيجة لك كذا وكذا قالوا مشيناك العذر اللي قالوا عذر صراحة صخير قالوا لما شكوا شور لردن رحنا ما نعرفوا كم دليل تحتاجه أمريكي ياكي جدي عليناك بري وضعك لا يستجوبوك في الأردن ثم ويستجوبوك فم وتعطي معهمة ثلاثة أيام وترجع فم أرواية واضحة قالوا خلينا نتلفن على الوالدة تحاجبها نقول نواعي على الأردن قالوا لا القضية سرية قالوا خلينا تكلم مع الرئيس كان يكساها معاوية قالوا ما تكلم مع أي حد قالوا هذا سنة الفين وواحد الفين وواحد يوم عيد استخلال معروف مدير الأمن من هو صح قالوا عيد قالوا الرئيس ما تكلم مع القضية سرية حتى اليوم يوم كذا يوم للسفر ويومين تحقيق قضية مثلا سباب واضحة جدا لأي حد مثلا مطبوخة ومعروفة بسياق بروتوكولي بسياق بروتوكولي على ما يبدو وجاءت طائرة خاصة في المطار قاس بيد أردن وقامت المغرب صلي بهم في المطار وقامت بيد طائرة خاصة السابعة مع صباحة لأردن هذي الرحلة ومن الأردن إلى ثمانة شهر في الأردن وراء قاسوا بيه باقرام مآكفات هم الأردن قاسوا بيه باقرام السجن هم اللي فهم وقاعدة أمريكية معدلين سجن قالوا باقرام وزمعين فيها جميع الناس اللي عندما علاقة بالقاعدة ومن باقرام ومن باقرام يوم أربعة عوض ألفين واثنين جاء لقوانتانام 36 ساعة أربعة عوض أسطس سنة ألفين واثنين ووصل إلى معتقى لقوانتانام حيث تلك العمليات تلك الأساليب إكرام الضيف قالوا أتراك هو على أية حال ذلك الاستقبال لا أعرف ما أسميه معي جدا من إكرام الضيف السجن أصبح متعرف عالميا أنه سيصيت لا ما يقولوا أتراك تهكماً للسجون تهكماً يعني هذا السجن وأحبز السجون إلى التهكم صحيح ربما الفنانون التراجديون يعرفون كيف صحيح التراجي كما يقولون طيب يعني كيف كان نشاط يعني على الجانب الآخر أيضا نحن نحاول أن نكون منصفين كيف كنتم ترون نشاط وسلوك وأفكار محمده على حد علمكم قبل اعتقاله يعني قبل اعتقاله كيف كنتم ترون محمده كيف كنتم ترون أنتم أهله كيف كنتم ترون سلوكه هل تعتقدون أنه كان يعني متدين لدرجة التطرف لا أبدا يعني عادت أن يكون موضوعياً لا صحيح وأنا جابك بأمانة صراحة أنا محمده كان من أقرب لأخوتي كان يعلمنا بالبالون ما عنده أصلاً هو وبالعكس هو شخص كلاسيكي يميل اللغنة ويعجبه اللغنة والشاشة الحسانية يعني صورة زوانة يبقى متدريد يعني أنا مستحيل أدغول طبعاً ويبغي اللغنة ذا الحسان ولبتوتو زين عنده أصلاً تلك كامل وكان عادلنا دائماً فريق البالون فهم هو طبعاً يصال للحمد للعب الجماعة كان ملتزم ملتزم غير مالدرسي التطرف وما بالعكس هو وحدها سبتمبر أمنت كانت معه من ألمانيا صراحةً إنشانت عنده قال له ماتي الأسافي أستروا لبرياء ومشي تشار إفغانستان ما يستروا لأوجاع حدهم ومشي من ألمانيا قابلت تأشرة وقال إفغانستان كيف الشباب العربي يكس شباب العرب كاملين إفغانستان قال سيأسر من الناس بي اللي كان يشوفه في وسائل الإعلام وشوفه في قتالهم ضد الروس ومشي فهم تسعين ومشي لا تعتقد أنه كان متعاطف وذهب ليساعد يعني ضد ومشي قابلت تأشرة ومشي بطرق قانونية والحكومة الألمانية عال منه مشي وطابعه في المطار ورجع من يرجع قطاع علاقة بهم لاغتناع منهم هذا هو البس الوحيدة اللي قد أي يعني هو كان على صلة بهم على أي اتعاد واجههم قاسهم طبعا بعد ذلك قطع صلة بهم قطع صلة بهم تماما لذنين وتسعين لذنين وتسعين تسع سنة السابق حجال سبتمبر طيب على حد علمكم وانطلاقا من كلام محمد ما التهمة بالضبط التي وجهها الأمريكيون خلال اعتقاله في بوانطلاقا التهمة هي أنه التهم سخيفة وما عندها أي دلة هي أنك تعرف شخص يعرف واحد ياس الشيشان وتعرف شخص يعرف واحد قاس القاعدة وشارك في حد السبتمبر هذه التهمة يعني التهمته هو أنه يعرفوا أشخاصا يعرفون أشخاصا نهبوا إلى أشخاص نقاموا بالتفجير نعم نعرف شخص قال أنك قتلوا عنه يعني التهمة تشبيه تهمة التخابر يعني صحيح نقوله نحن بالحسان أردل على هات سوالف نسوان يقوله أصبحنا اليوم يقولوا للجفة صحيح تطورت العبارة جاءت الكلمة جاءت وراي أنا جيت من متاسبات الناس يقولون أعقبك عادي يقولون للجفة يعني هكذا هي كانت التهمة بالضبط التي وجدت له أنه يعرف شخص يعني أشياء التخاول يعني متابعة وقال لفنان فولاني أنك تأمرتون أنه قيس إفغانستان وهو شخص صلا ما يعرفه حتى لو كان يعرفه قال له قيس هكذا أعود المMER شخص صحيح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة